محسين محسين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين أن إيين المشردين عن الأوطان نسيما شهيد العباء وقتيل العدى ومسلوب العمامة والردى قريب يا غريب يا مظلوم كربلا كلكم معي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الأولى السلام على البدن السليم السلام على الخد التريم السلام على الشيب الخضيم السلام على العيون الغائرات السلام على الشفاه الذابلات السلام على النسوة المسلبات السلام على النسوة المسلبات السلام على الخددs السلام علىزم السلام على المسلبات السلام على أصبع المبتور السلام على الأدفنا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا أظيما قف بالطفوف وجد بفيض الأدمع إن كنت ذا حزنين وقلب مجعي أيبييت جسم ابن النبي فوق الثرى ويبييت من فوق الحشايا مضجعي ما أنسلا والله أحزينب إذ مشت يا يا وهي الوقور إليه مشي الماء تدعوه والأحزان ملء فؤادها يا يا والطرف يسرع بالدما يا 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 علهم معي يا 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 خمي ما لأراك عن بناتك معرضا يا يا والكل منك بمنظرين وبما يا 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 إسمعي ما كنت قد عودتني أي منك الجفة أرفع صوتك على ويلة 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 على المظلوم وما كنت قايا يدعوه والتني أي منك الجفة على ما تجفني وتجفو ما يلمعي آه آه أنعم جوابا أنعم جوابا يا حسين أما ترى أخوي شمر الخنابص آيات كسر أخوي المثل أموي محنت وأنا على ريحتها تبعت أخوي شفنا الأخ ما يترك اخت بالضيج لو جت لو نخدت وأنا أخوي اتعذر اخت عندش دعوة زينب عندش ندبة زينب قالت بلى المن توجهي الندائج صاحت عتب نعل أخوه ونمنبوه يا شريدة اتعال الظايا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أن يمنقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين لك لا يكون الموضوع مللي غيرنا المسير من الآية الكريمة ولو أننا لحد الآن لم نصل إلى ما نريد أن نصل إليه من أن قول المؤمنين لا نفرق بين أحد من رسله التفتوا أحبتي ولقد خلقنا الإنسان لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه نفسه كلمة خلقنا تركيبة البشر في عناصر ثلاث عنصر الجسم وعنصر القلب وعنصر الروح أما العناصر التي تسير الإنسان في الحياة مو تشكل الإنسان لا تسير الإنسان ثلاث هوى وعقل وإرادة أما العناصر التي هي تشكل الإنسان في هذا المجلس ما نتحدث عنها لكل واحد من هذه العناصر قذاء خاص مروراً يعني قذاء الجسم بالماء والطعام قذاء الروح بالعلم والحكمة قذاء القلب بالمودة والمحبة أما العناصر التي تسير الإنسان أول شيء يسير الإنسان في الحياة الهوى الثاني العقل المورد الثالث هي الإرادة إذا إن شاء الله أذهانكم في المجلس موجودة نبدأ في شرح هذه الثلاثة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد الله صلى الله محمد وآل الهوى هل اتباع الهوى مذموم أم أن اتباع الهوى ممدوح نأتي من الجانب العقلي أولاً ثم نرجع إلى الدليل الأقوى وهو القرآن الكريم تفسيراً ما هو الهوى التفسير ما الهوى هذا هو البثاق الشوق من جوهر النفس أنت ألعان كنت في بيتك من الذي حفزك على أن تأتي إلى مأتم سيد الشهداء حسين الإبى عليه السلام هذا المحرك هذا المحفز إلك هذا هوى ملاحظ؟ شوقك اشتياقك طيب هناك من يشوقه هواه أن يذهب إلى مجلس آخر إذن الهوى هو المشوق وهو الباثق للحركة هذا الهوى هذا الهوى أحبتي يمكن أن انتركه نقول أصلاً اتباع الهوى غير صحيح يقول إذا تركناه تتعطل كثير بل أقول كل الحياة تتعطل لماذا؟ لأن لولا الهوى النفسي لم يصح زواج الآن سؤال وإن كان خارج إطار المنبر لكن سؤال خنوجه حتى توضيح الفكرة نحن خنرجع إلى أيام زواجنا حينما تزوجتم تزوجتم لأن النبي صلى الله عليه وآله قال من تزوج حفظ نصف دينه؟ قلوها ها يعني لأنه قال النبي لا وحيعتك أبداً هل أنك تزوجت لأنه من تزوج حفظ نصف دينه؟ الجواب شنو؟ لا من استحضر هذا؟ هل أنك تزوجت لأنه شر أمة العزاب؟ هم لا؟ إذن الذي دعاك إلى الزواج شنو؟ هو هواك الهوى النفسي نساء ورجال ما كفره وين هذا الذي مواضب على كل الأمور المستحبة في الشريعة الإسلامية؟ وإجاء إلى الزواج من باعث الدين من باعث حفظ النفيس من باعث أنه يخاف العنات لا هاي كلها ما موجودة إنما يأتي من بابة هوا النفس إذن إذا أترك هوا النفس زواج ما حصل إذا ما حصل زواج استمرار بالحياة ما كل الإنسان يستمر بالحياة مننا لو ما حصل الزواج بناء ما يسير إذا ما يحصل الزواج وما تحصل الخلفة والوليد والعائلة إذن الحياة كلها تتعطل إذن مننا أنا ترك الهوى مو صحيح جيد إذا كان ترك الهوى مو صحيح نأتي للقرآن الكريم إذن من الهوى أفرأيت من اتخذ إلهه هوه مو أصلا الهوى مذموم النبي نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول أخوف ما أخاف عليكم شنو اثنان أولهم شنو اتباع وبعد وطول الأمل أثنين وينطل علها يعني فلسفة لماذا تخاف قال أما اتباع الهوى فيصد عن الحق يصد عن الحق كيف ابنك أو ابن خالك أفرض ابن عمك تنازع على شيء إذا تنازع على شيء وخلوك أنت الحكم الهوى النفسي يجيك 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 مو أفرض أخاك من أمك وأبوك وواحد أجنبي وصار بيناتهم نزاعه وإجا وخلوك أنت الفريضة وأنت الحكم يا ترى الهوى النفسي يجيك ولا ما يجيك أي طبعا يجيك يقول لك هذا أخوك فأنت ميل أخوك لو تهته وراه منها الكلام هذا الهوى النفسي يأتي إذن النبي لما يقول أما الهوى فيصد عن الحق يا أخي كثيرين لما يأتي خصوصا إذا وصل للحائط ماكو مجال يفر الغريب هذا ليش لأن هوى النفسي ما يقبل جيد إذن الهوى النفسي مذموم منا القرآن الكريم ذمه منا الحديث الوارد عن النبي أخوف ما أخاف عليكم اثنان اتباع الهوى وطوله أسطول الأمل شي سوى إن كان مغرضنهم بس لا نفوتها قال لأنه ينسي الآخرة طوله الأمل باتر عقبة الوراء إن شاء الله يا عمي وسارع إلى مغفرة ليش وسارعه تدري ليش لأنه ما تدري يمتيجي ويقل لك يلا تفضل خير ليش بعد خلاص بابا امطيني دقيقته ولا ربع دقيقة النبي يسأل واحد من أصحابه قال لكم أملك في الدنيا قال سيدي إذا أمسيت لا أحدث نفسي بالصباح وإذا أصبحت لا أحدث هبيمن بالمساء قال والله عندك أمل بعيد وطويل قال أنت يا رسول الله قال إذا صعدت لا أراها أن تنزل وإذا نزلت كم اللي هو ياي لا أراها أن أوه ما أردى ضيق إخلاقكم لاحظ يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه يقول مولاي في بعض الموتى نشوف عيونهم لا مفتوحة كلش ولا هي مسكوكة كلش ظال بهالوسطة ليش قال لأن ملك الموت سلب روحه وطرفه بين الفتحة وبين الصك وقفوا الجفن هالشكل آلي وسارعوا طول الأمل ينسي الآخرة ولتنظر نفس ما قدمت لغاد جيد إذن الهوى مذموم فمنا ذمينا الهوى أو منا مدحنا الهوى فكرك يمي الولا خلم حديثنا هنا ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أنت ابتل بالماء كيف يصير كيف يكون منا تقول لي مذموم منا تقول لي ممدوح تعطل الهوى الحياة ما تمشي تجيب الهوى قال لا ينقسم الهوى على قسمين فكرك يمي ينقسم الهوى على قسمين القسم الأول خلي نقول ممدوح والقسم الثاني خلي نقول مذموم إياه مثل المطر الغيث الغيث كنا نتمنى اللهم ارزقنا غيثا نافعة مو قولوا آمين بل كالله نحتاج المطر اللهم ارزقنا غيثا نافعة بس ترأي إياه الآمين خليه صير مننا لا صير مننا نحن نحتاج الدعاء أن يكون من 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 صميم القلب حتى إن شاء الله إلى أثر جيد هناك مطر تمطر الدنيا لكن يجيب لك السيل وتخرى بالطرق وبيوت كذا يرجوك هذا لا أحد يريده أبدا لولا لكن هناك غيث لا وترى الأرض هامدة فإذا أرسلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج شنو بهيج هناك غيث نافع الهوه همهيج أكو هوا يجيب للتكبر نعوذ بالله أكو هوا يجيب للعنجهية أكو هوا يجيب لي أنا خير من البقية أكو هوا يجيب لي الفساد أكو هوا يجيب تخليني أتبع الشهوات أكو هوا هذا الهوه ما ريت هذا مدمر هذا ما كنت التفت إلا أبدا لعلمك ترى ونبقى بعد ساعة بهالكلام بهالوادي ما للهوى ما نخلص لأن في حديث للنبي صلى الله عليه وآله قال ما عبد إله في الأرض بقدر ما عبد الهوى كثيرين ذول ما متوجهوا الروحة ما متوجه أنه قاعد يعبد هوى نفسه يردوا لهم دين مثل ما تريد نفوسهم ما يصير ما يصير الدين كل شي زائد يحذفه ما يريده إحنا نريد نتبع الدين نخل ديننا مثل هوا نفوسنا كنش تريد النفوس غلط إذن الهوى اللي سيرني بالحياة بتواضع بشوق بمبر للحسين بالذهاب إلى المساجد بمواساة الآخرين بالصدقة على الفقراء والمساكين وما شاكلها كلها هيتاب على هوا هذا صحيح وما كان عكسا ذاك غير صحيح نجي للعنصر الثاني العقل فكركم يمي ولا نسيتوني العقل أولا أحبتي ترى العقل ما هو سلطان القلب السلطان أكو بعضهم يصورون أن السلطن بيد العقل لا 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 أبدا العقل مستشار السلطة بيد القلب القلب إذا كان قلبه مؤمن هنيئا له أما إذا قلب نعوذ بالله العقل بس مستشار شوف الإيد ما تتحرك إلا وأمرها من القلب الرجل من القلب العين شكم واحد بواحد شوفه نعم تعاين علي بالمجلس بس فك أنت قلبك مو يمة بعدين يقول لك يا أخي أنا كنت تقول لك أنا لم أشفتك صحيح لأنه المثل شي يقول لشوف شوفوا القلب مو مو شوفوا العيون هو اللي يشوف القلب ولذلك الكلام مع القلب زين العقل شنو شغلة اسمعوا العقل يجيك هنا يقول لك هذا حرام وهذا حلال أنت شدري دين من العقل قل لي أقول لك عوف الحرام وكمل هو واتبعين خلنا ضرب مثل من نطلع برا نمشي بالشارع العقل يجيني يقول لك انت الطالع بالشارع اقول له ايه يقول لي تعال ترى انت عندك حديثين حديث منهم يقول من ملأ عينه من الحرام ملأها الله يوم القيامة نارا temptation ايش يقول اللي العقل يقول لي من ملأ عينه من الحرام ملأها الله يوم القيامة شنو نار بالك جاي وبعد عندك العقل يقول لي بعد عندك حديث يقول من نظر من رأى مرأة وأعجبته ونظر إلى السماء استغفرت له ملائكة السماء وإذا نظر إلى الأرض استغفرت له ملائكة الأرض وإذا غمض عينيه استغفرت له ملائكة السماء والأرض انت شا تقول للعقل يقول لي ها بالك العقل يخليني مستشار يقول لي تعال أنا مستشارك أقول لك غض بصرك وقل للمؤمنين أن يغضوا مين والله البوابة اسمعوها البوابة التي مستقيم تمس قداسة الباطن هي العين ولذلك القرآن الكريم أول إشارة لمن أشر إلى العين لولا قل للمؤمنين أن يغضوا من من ها مو مو يمشي مغمض لا من يعني النظرة الخائنة العقل هاتش يقول لي مستشار العقل العقل يقول لي إذا جئت إلى سير انت قاعد تمشي بطريق ملي السياير مو كل من سايده لا أفره السير السياير يتلاقن به أقول له زين يقول لي إذا الغلوب اللايت البعيد إذا شفت واحد انت سوي سبقه بس إذا شفتنا اثنين لا أقول لي يقول لي لأنه إذا كان الواحد المسافة بعيدة وإذا كان الاثنين المسافة قريبة إذا خالفت العقل يصير تصادهم كل وقت أحبتي العقل حكموه خلوه هو المستشار صح سلطة مانكو لكن اتبع العقائل القضايا العقلية القرآن شي يقول يقول وقالوا لو كنا نسمع كمل هو أو نعقل شنو ما كنا من أصحاب أحب تقرون الآيات بحيث أنا هم أسمعها حتى نصير كنا إن شاء الله في المجلس موجودين إذن العقل شي يقول لي يقول لي أنا أشور عليك أنا الناصح إلك هذول تشوفون هم راحوا إلى جهنم والله لم يتعقلوا ممعدهم عقل مجانين لا هذا كلام آخر لاحظوا أحبتي إحنا البشر عدنا إحساس عدنا إدراك عدنا عقل مو كل من أحس أدرك ولا كل من أدرك تعقل وما أردت جيبا مثال على هذا الشيء أردت عده إذن العقل مستشار نجي للمسير الثالث وهي الإرادة هنا أكو مباني ثلاثة أنا أشر إلى مبنى واحد المبنى الأول الإرادة ما هي قال الإرادة هي قاسم مشترك بين الهوى النفسي وبين الإرشادات العقلية هاي صاير أبياناتهم إذا ربيت نفسك بالتربية الدينية العقلية الحقيقية ما تتبع هوا نفسك أبدا قوة أما إذا تركت هذه الإرادة وما تصنعها خل أجيب لك مثلا عمر بن سعد شو كلكم لعنتو عمر بن سعد مو شنو خيروه خيروه بين ملك الري ومبين من يكلكم انتم هلل من بربعات وبين قتل حسين عليه السلام طيب هنا الإرادة هنا الإرادة تفرض نفسها هنا يبين المربي نفس من واللي مو مرب نفس من هنا يبين أن هذا القرآن ماذا يصنع في بواطننا وترك القرآن ماذا يصنع هنا يبين المتربي بالتربية الحقيقية من غيره قال أأترك ملك الري والري شنو منيتي أنا أمنيتي أنا أكون حاكم أم أصبح مذموما بقتل حسيني هنا الإرادة تفعل فعلها باعتبار ضعيف الإرادة شنو سوه شنو اختار اختار قتل المولاه سلام الله عليه خب فاز بملك الري بملك الري الجواب شنو لا أبدا من بعد ما قتل الإمام ومن بعد ما فعل ما فعل يجي قال لي يلا انت قتلي إلك ملك الرأي قال بلى قال لو أنا العقيد قال لا ما أدري شو راح ضاع ما لا وجود مش شو حصل كل شي ما حصل أبدا أما الذي لا إرادة قوية إن شاء الله فكرة كمية مو ويتلكن نضرب مثل غير زعيم إيه عند جيش عند جيش تلاقوا يا الحسين بلى لا لقى لقى الإمام الحسين في الطريق ولذلك قال يا أبا عبد الله نشكو الضمأ قال اسقوهم هم وخيولهم هس الخيول شلون قال ارشفوه رشفا وقيد مهمة شلون حتي حلو ويجيك واحد يريد يتكلم عن الأئمة بكلام يا أخي والله ما نعرفهم والله أنا أقول والله ما أدري بأجر هم يبثونا ويسمعونا ممكن بالفضايات ويقول والله ما عرفنا أهل البيت لليوم ما عرفنا أهل البيت حتى للحيوانات عدهم حقوق يا والله الأكاديميين يرحون يدرسون للقانون القانون الفرنسي أنا مو أريد أن أشكك بالقوانين مع الأمم والدول لا لا مو هي وظيفتي بس إحنا عدنا قانون من محمد وآل محمد علي ما ندرس أبنائنا وأكاديمينا ندرسهم قانون أهل البيت يمر النبي على مجموعة راكبين الحيوانات الخيل ما لدهم يتكلمون قال لهم انزلوا ما خلقها الله كراسي لكم لكي تتحدثوا عليها حقوق حتى للحيوانات يقلوا للإمام الحسين يقلوا نعم ارشفوها رشفة هاي حيوانة لها حق هاي هو وظل واحد يشوف ما ما عرف وش لنشرب النبي الإمام قال لأ أنخ الجمل ما عرف الإمام قام بروحه هو شرب هو بروح انطام ماء شوف هذا هذا انطام ماء بروح تدري يوم الطف شي يقول للحسين سلام الله عليه يقل لو كانت الدنيا ملؤها ماء وهي تحت أيدينا ما شربت منها قطرة واحدة هو هاي بروح مالي مالي هو هذا سبحان الله النفوس تختلف طبعا هذا الحر الإمام يقول لأ بعد ما شرب الماء قال لأ شنو خير علم جاي قال جاي إليك أنت أرض وصلك العبيد الله بن زياد قال له هاي كتبكم قال أنا لست من المكاتبين لك الإمام قال أنا أرجع حال بين الرجوع الإمام رات يرجع للمدينة رات يرجع بس الحر ما خلى الإمام شنو قال ثكلت كأمك يا حر أنت فكركم يمي ها شنو جوابه للحسين عليه السلام شو قال لو كان غيرك وهو على مثل هذه الحال ما تركت ذكر أمه ولكن أمك فاطمة الزهراء يا والله هذا يبين أكو شي الإرادة مالت مشتغلة الإرادة مالت قوية ولذلك يوم العاشر من المحرم صاحب اللي بصف يقل لو لا قيل لي من أشجع أهل الكوفة ما عدوتك شبيك شمالك وجهك يتغير نو يصير أصفر نو يصير أحمر شبيك خايف أنت قال لا ما أنا خايف قال ماذا قال لأخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا ضرب فرس والتحق بالحسين مو سيدي تعرفني وشلون الحسين ما يعرف معاشر أسنين مو شاف وبالطريق ويا لكن هل قد مستح من الحسين بحيث الحسين غير الطيمة لا يشوف قال من أنت قال أنا صاحبك الذي جعجعت بك يبتك منك الليعي ما أدريت هذول هالشكل مكاتبينك شكري دي جيت قال يا ابن رسول الله هل لي من توبة قال أنت ابتتاب الله عنك قال مولاي أنا أرعبت قلوب الفاطميات أنا خليت قلوب زينب وخوات مرعوب إلي توبة قال بلا قال إذن أول من يقتل بين يديك هو أنت النتيجة أنت حر كما سمتك أمك حر أنت حر في الدنيا وسعيد هس خصار الميزان عندك بعد وين الإرادة القوية وين الإرادة الضعيفة الإرادة الضعيفة كل شي ما عدنا إلك أو صدق فيه قول الإمام سلط الله عليك من يذبحك على فرأشك المختار قال لهم غدا لأقتلن رجلا يرضى الله لقتله ابن عمر بن سعد قاعد ركض العبو قال لي قصدك وليد يقتلك فر من فر إجعوا للمختار من ودع عليه قال له لا ما لقي أنا شرد هذا الروح انتبع قال لهم لا إن في رقبته سلسلة سلسلة سترجعه إلينا قالوا مولانا يا سلسلة قال أنسيتم قول الحسين الله هذا سيد الشهداء هذا رح يرجع بالفعل بعض يقول أن العبد ما للم قال هذا المختار يوفي بالوعهد ما للم رايح ورجعه بعض يقول هو نام على ناقت ورجع المهم ود علي المختار قتله جاب والرأس ما للمختار من شاف رأس عمر بن سعاد صار يبكي قالوا مولانا تبكي اليوم يوم الفراح هل يش انت تبكي رأس برأس قال هم اسكتوا ما أبكاني إلا كلامكم هذا أتقيسون رأس هذا النذل برأس الحسين تقيسون رأس هذا النذل برأس الحسين والله لو قتلت ثلثي الدنيا ما عادلت أنمل من أنامل الحسين الأصبع القطعه ما يعادل متوقرين بالزيارة وصلت زينب وصلت الجسد الحسين شالت إيدها هالشكل إيد الحسين شافت أربع صابع علي من شف خوي أربع صابع لماذا لماذا كف الحسين ثم التفت إلهم قالهم هل سبيتم له أخت ها سبيتم أخت إلى هل ضربتم له أخت هل سبيتم له أخت هل سبيتم له إبنا لا قالهم فكيف ببناة رسول الله الله أكبر بناة الرسالة بنات أمير المؤمنين خذوهن من كربل للموصل إلى حلب وفروهن كلهن هل ديار هاي أو أرد أخذ دمع من قلبك كل شيء بالبداية تدري كلكم حتما مسافرين ويا عوائلكم ويا لنساءكم المرأة إذا كان رجل موجود أجنبي ما تمد طولها وتنام أبدا تستحي الخجل يأخذها ويا فكرك أسألكم سؤال يا رواد الحسين يا شيعة أبي عبد الله بنات رسول الله ناما من كربلاء للشام قدرني مدن طولهن هو ينامن يعذروني سادة المجلس والمجلس المحترم ما مدن طولهن بنات الرسالة ما يقدرني ناما الحياة يا قذعين شايمت رادني ناما من وصلني الخرابة الشام ذيك الليلة زينب قالت هالليلة ماكو أجنبي عاين أو لا أجنبي شوفنا انت ناما الليلة لكن بنات الرسالة ذكرا عزتهم أو ذكرا أهلهم ما ناما شقاما يسوى قعدا شؤط من الليل ناح صاحت ما قول مني ناح بس جايا يايا يايا ولا قول بطلا من عتاب جن وفيات وتندبا بحل جايا بس الأري يدل من جن شنو تردين قالت بس لا ريد الليلة من جن بهداي لا ينسم مع وحس جن وذاك الكفن والكفل جن راح وبعد ما يرجع الجن قعدا شاط من الليل ناح وكل الوحدة بكتر يا والي الطاحن أريدك وياي عود الظام باشر يستراحن باشر يا قفن بين الميا وولا باشر عسى باشر لا يجي هين شكبر ها وانقفن تي المجلس علي هين قبال عيون هين ينطق ولي هو تعرف اشلان ينطق الولي ها او تلعب خزران بن الدحية واي تجلب اللي يلزي أنا بكون والدور ناب الصير عم وناب دكتور تداو يا جري يح يا ظلع مكسور نومة النساء زينايب خلت الروح وسادة شيني من وسادة وسادة مال الترايب خلت راسها على الوسادة بلا خلي بالك يمي واذا بطفلة صغيرة واقفة على راسها شدني دين بنية نقلها اقعد يا عم نعد لدارنا يقعد يا عم لعد لدارنا على ساعة ويجي خطارنا أنا ناذر ناذر لأ أبوي اللي نزارنا يعني رقيد انت الحسين هذه التي طلبت أن من عم تها زين أن تراوي ها أبوها الحسين زين ببنية نجيم الحسين صارت بكاء بالخريبة سمع يزيد قالوا لخ الدام والعبيد طفلة حسين العاد هتريد قال لهم بجاه بعد شيفين ودوا الهراس وبل شنت عيد جابوا وشافتهم من بعيد صاحت هلا براسك يا صندي يا 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 ايد ويهل العزن بليلة تلغ أرداخذ لي دمعة من يم قلبك هنا خذت الرأس مال أبوها الحسين ضمت إلى صدرها آية شد خاطبة تقل أبويا من قطع الرأس الشريف من خضب الشيب العفيف من عيتمني على صغر سلي إن شاء الله ماكو يتيمة تسمع صوتي الآن شمح لا لأبوها لا قال أبوها هذه الطفلة تكلم الرأس فادمر وإذا بع الصوت ما ينسمع السجاد التفت العم تعم زينب نح أختي على رأس والدي قلت لدعها تتزود من أبيها مد ما شايف أبوها عم إن أختي ماتت على رأس والدي زينب بنحت الطفلة وإذا بالطفلة ميت إحنا المصيبة نحنت زينب على رأس الحسين تقل لأ مرمرا لي بناتك يا أخو يا مرمرا يا كلزا يا عال لكن شد لي شوانب ويبج بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ارفع يديكم عشر مرات نكررها يا الله 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 يا رحمن يا رحيم اللهم اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية يا الله اللهم من كان في مجلسنا هذا مريضا اللهم اشفه بشفائك يا الله من كان ذو حاجة اقضي حاجته بحق باب الحوائج موسى الكاظم يا الله اللهم اقضي عنا الدين وأقننا من الفقر يا الله اللهم اجعل هذا البلد بلد أمن وأمان وإيمان يا الله وسائر بلاد المسلمين اللهم انصر علي في شيعته واحق اندماء المسلمين يا الله اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعزل جل الأكرم ألا تفرق بيننا وبين آل محمد في الدنيا والآخرة يا الله اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك كلكم آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً اللهم هب لنا رأفته ورحمته وخيره ودعاءه وزين الأرض بطول بقائه يا الله لأرواح المؤمنين والمؤمنات أموات هذا الجمع المبارك أموات المؤسسين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات شكراً لالو محمد 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 محسين شين تبيعت من وقاع محسين أخوك يبعت بتي الدايا همسحك تعلات جمر همسحك تعلات جمر وأظن مثل أمك بشفك أثر للنار حاني آسف ما أريدي الذكرياتي تعيدها